اهلا بيكم في قناة بوسي كوروشي هنشتغل وردة في فيديو النهاردة طريقتها سهلة وبسيطة هنشتغلها بكذا حجم مع بعض بنفس الابرة ونفس الخيط وسنعملها بكذا حجم مختلف طريقة سهلة وبسيطة هنجيب اي خيط عندنا وهنجيب اي مع الخيط ابرة مناسبة معي انا استخدمت خيط رفاية وهستخدم ابرة مقايز 3 هشتغل الدايرة السحرية هنشتغلها بغرزة العمود بلفة فارتفع تلاتة سلسلة اللي هم ارتفع غرزة العمود بلفة كده تلاتة وبعد ما اشتغلت تلاتة سلسلة هلف الخيط على الابرة وهشتغل جوه الحلقة دي 4 غرزة عمود بلفة كده دي اول غرزة عمود بلفة اشتغل كمان غرزة عمود بلفة كده دي تاني غرزة عمود بلفة اشتغل كمان غرزة عمود بلفة كده تلاتة غرزة عمود بلفة انا ارتفعت تلاتة سلسلة بعد كده اشتغلت تلاتة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة بعد كده اشتغل تلاتة سلسلة وهشتغل في نفس الدايرة السحرية غرزة منزلقة هدخل جوة الدايرة السحرية واشتغل غرزة منزلقة كده دي تكونت معي اول بطلة من الوردة تاني هرتفع تلاتة سلسلة وهلف الخيط على الابرة وهشتغل جوة الدايرة السحرية دي تلاتة غرزة عمود بلفة كده اول غرزة عمود كده تاني غرزة عمود كده تلاتة وبعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهنزل جوة الدايرة السحرية واشتغل غرزة منزلقة كده تكونت معي تاني بطلة من الوردة هقرر تاني هرتفع تلاتة سلسلة وهدخل جوة الدايرة السحرية واشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة كده اول غرزة عمود بلفة كده اتنين كده تلاتة وبعد كده هشتغل تلاتة سلسلة وهنزل جوة الدايرة السحرية اللي انا عملتها واشتغل فيها غرزة منزلقة كده اتكونت معي تلاتة بتلة للوردة بتاعتي هنعمل الوردة بتاعتي بستة بتلات انا اشتغلت تلاتة هشتغل كمان تلاتة بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني اقول لكم هنقفلها ازاي واشتغلت بنفس الطريقة كده معي ستة بتلات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة واشتغلت تلاتة سلسلة وعملت منزلقة في اخر بتلة دلوقتي هرتفع بالخيط وهقصه بالمقص هلف الخيط الشغل على ظهره وهقفل الدايرة السحرية اللي انا اشتغلتها هشد الخيط بالشكل ده كده وانا عندي هنا الفتلة اللي انا قصيت منها اللي انا ارتفعت منها بالابرة هعديها من ورا وهربطهم الاتنين في بعض وانا احطي الفتلتين هتكون معي بالشكل ده كده احنا ممكن نعملها بخمس بتلات وممكن نعملها بستة بتلات وارده شكلها بسيط باللوقتي هنقص الخيط من ورا ده كان اول حجم معينا وارده بغرزة العمود بلفة دلوقتي هنعمل الحجم التاني مع بعض نفس الطريقة دي بس هنبدل ما اعملها بغرزة العمود بلفة هنشتغلها بغرزة النص عمود هنعمل الدايرة السحرية غرزة النص عمود هنا في غرزة العمود بلفة ارتفعنا تلاتة سلسلة انما في غرزة النص عمود بنشتغل اتنين سلسلة واحد اتنين هلف الخيط على الابرة هدخل جوال الحلقة السحرية اللي انا اشتغلتها هشتغل فيها تلاتة غرزة نص عمود كده دي اول غرزة نص عمود هشتغل كمان غرزة نص عمود كده اتنين كمان غرزة نص عمود كده تلاتة وبعد كده برتفع اتنين سلسلة وبشتغل منزلقة جوال حلقة السحرية زي ما اشتغلت الوردة الكبيرة بالضبط هشتغل الوردة بغرزة النص عمود وبعد كده بشتغل اتنين سلسلة وبشتغل جوال حلقة السحرية تلاتة غرزة نص عمود كده اول غرزة نص عمود كده اتنين كده تلاتة وبعد كده بشتغل سلسلتين وبدخل جوال حلقة السحرية وبشتغل فيها غرزة منزلقة وبكرر كده بنفس الطريقة لحد ما وصل لنهاية الدور انا هنا اشتغلت ستة بتلاتة هكمل برضو هنا بس هنا هشتغل خمس بتلاتة يعني انا اشتغلت اتنين هشتغل كمان تلاتة بنفس الطريقة وارجع له كتين اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للنهاية وقفلتها بنفس الطريقة اللي قفلت بها الوردة دي كده بقى معي حجمين مختلفين دي الوردة الكبيرة اشتغلتها بغرزة العمود بلفة والوردة الصغيرة اشتغلتها بغرزة النص عمود واشتغلت فيها خمس بتلاتة بس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والوردة الكبيرة ست بتلاتة وممكن نشتغلها بغرزة الاتنين عمود بلفة وغرزة عمود بتلاتة لفة وتكبر عن كده كانت زيك فاكرتنا في فيديو النهاردة واردة بسيطة بالكروشي وتاخدش وقت ممكن نزين بها اي شغل بالكروشي عندنا ممكن نزين بها مقالم كروشي فمتنسوش لايك للفيديو لو عجبكم ستراك فلقاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر